نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية نائف شمري إن استهداف البعثات الدبلوماسية في البلاد هدفه إحراج الحكومة وقال شمري في حديث لبرنامج الثامنة إن تلك الاستهدافات تخدم أطرافا خارجية ودولية مفاوضات أمريكية عراقية صح ولا لا خلطاولة الحوار وإذا وصلنا الطريق مسدود بإمكان أما اليوم أنا أجي أحرج حتى رئيس الوزراء خلنا نتكلم بكل صراحة شنو غاية هذا الحرج سيد لايف الحرج أول ما يبدأ يقول لك أنت شون تضرب البعثات الدبلوماسية الموجودة لديك ولي هي بحمايتك كحكومة عراقية ويدري عميدي من المستفيد من هذا الحرج؟ من هو؟ من المستفيد سمي ليهم مستفيدين أطراف عديدة أنا ما أقول لك طرف واحد حتى أطراف أقليمية أطراف دولية نعم أطراف دولية أطراف مستفيدين أطراف